السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اصدقائي الكرام. اليوم سوف نتعلم كيف نكتب اه وضعية ادماجية او تعبير كتابي باللغة الفرنسية. لنكتب نصائحا باستعمال الفو انفو با. لنبين في هذه النصائح كيف نحافظ على الماء او كيف نقتصد الماء. كما وعدتكم في الموضوع او الفيديو الذي حلينا فيه الموضوعا اه لالسنة الخامسة ابتدائي للفصل الثالث حلينا هذا الموضوع اه وعدتكم ان ارفق لكم فيديو اخر اشرح فيه اه عن الوضعية الادماجية. اذا في الفيديو السابق قرأنا مع بعض هذا الهذه الكلمات صندوق الذي فيه الكلمات لابوات اوتي. وشرحنا هذه الكلمات. اليوم سوف اشرح لكم كيف اكتب ان كونسي نصيحة باستعمال الفو وبا انفو با واستعمال فقط هذه الكلمات التي يعطوها لي واكتب اه تعبيرا كتابيا بالفرنسية. هو امر سهل جدا يعني بعض التلاميذ في الوضعية الادماجية يعني اه يخاف ولا يعرف كيف يكتب هذه الجمل وهو الامر السهل عندما يعطونا اللابوات اوتي هذه. فقط باستعمال هذه الكلمات اكتب وضعية ادماجية جيدة واستطيع ان اخذ عليها اربعة من اربعة. فقط تابعوا معي الفيديو الى النهاية. اذا اول شيء نبدأ به هو العنوان. اضع عنوان لوضعي الوضعية الادماجية التي اكتبها. هنا العنوان اه استطيع ان اخرجه من الكلمات الموجودة في هذه العلبة او استطيع ان اخرجه من هنا من التعليم التي يعطوها لي. اه انظر هنا كاتبولا نهيكري ان petit paragraphe de 4 phrases. بعد ان ترى عنوانة. في الاحتيان الاحتيان وكي لا نبدل الماء. هذه استطيع ان اخذها وكتبها انوان. فقط عندما اكتب العنوان العبارة التي اكتبها عنوانا الحرف الاول اكتبه اه ماجيسكي. اذا هنا اكتب في ماجيسكي لفور نو با لكي لا نبذر الماء. هذا يعتبر عنوان جيد. او اكتب نفس هذه العبارة لكن استعمل اه فعلا اخر الذي هو موجود في هنا عندنا في هذه العلبة. الذي هو وعكس وعكس ويقتصد. يعني هنا عندما كتبنا اه قاسبي يبذر اضفنا معها لكي لا نبذر. استطيع ان استعمل هذا الفيل ولكن هنا لا اضيف معه اكتب اكتب لكي نقتصد الماء. هذا ايضا عنوان جيد. واذا لم اعرف اكتب ببساطة عنوانا سهلا اكتب لك. هذا فقط هو يعتبر ايضا عنوان جيد. الان نذهب الى النصائح. اذا قلنا سوف اكتب هذه النصائح باستعمال الفو انفوقة. يعني في الاول يجب ان اوال شي عندما اكتب النصائح هذه اضع لي تيغي. اضع هذه الشرطة في الاول او المطة. اذا مثلا اريد ان اكتب اربعة نصائح طرابوا من اربعة. اكتب اربعة او خمسة. يعني لا بأس ان اضفنا واحدة. المهم لا اكتب تحت العدد المطلوب. اذا قالوا لي اربعة اكتب اربعة فما فوق. لا اكتب ثلاثة. هذا اول شرط اكتب اه اضع هذه المطة في الاول. كل نصيحة اضع لها مطة لوحدها. اذا اوضف اي الفو او بيا انفوقة. كيف اوضف اي الفو انفوقة? على حسب النصيحة التي اريد ان اقولها انا. اي الفو الفعل هذا النشاط. اقول له اي الفو. اذا كنت اريد ان انهيه. لا تفعل هذا الشيء. استعمل النفوقة. اذا هنا مثلا اريد ان انصح زملائي ان يغلقوا. يغلقوا. الحنفية. اذا سوف اكتب هنا سوف استعمل اي الفو. اقول لهم اي الفو. لاحظ. كتبت نصيحة او سوف اكتب نصيحة باستعمال كلمات الموجودة في العلبة فقط. لم اأتي باي كلمة من عندي. سوف اكتب الفو. فاغمي. هذا لغوبيني. يجب ان نغلق الحنفية. هذه تعتبر نصيحة. استعملنا فيها. اذا اول شيء اكتب. اي الفو. هنا اكتب ايل. لا ننسى هذا الامر. دائما الحرف الاول في اي جملة في اللغة الفرنسية عندما اكتب الحرف الاول دائما اكتبه. اي الفو. بعد اي الفو. يستعمل اي الفو او استعمل اي الفو. نفس الشيء. دائما بعدها اكتب الفو. يعني اكتب فعلا. لا اكتب لا اكتب اي الفو ثم اأتي واخذ الكلمة من هنا. من لا لا. لا. يجب ان ارفقها بفعل. اخذ الذاب من هنا. مثلا قلنا سوف ناخذ الذاب فاغمي. وكيف اكتب فاغمي? لا اصرفه. يعني اكتبه كما هو الانفينيتيف. اكتب اي الفو. فاغمي. كما هو. كما وجدته في العلبة اكتبه لا اصرفه لاننا بعد اي الفو. فاغمي نفوفا. لذلك الانفينيتيف يعني لا يتصل. اذا كتبت اي الفو. وكتبت الزرنة الانفينيتيف. الان اكمل الكملمان. للمعت. الفرمي. لنا نجب ان نغلق الحنفية. روبيني وهكذا نكون انهاينا النصيحة الاولى ودائما لا انسى عندما اكمل اي جملة في اللغة الفرنسية اضع في الاخير النقطة حتى اوضح للمصحح انني اكملت النصيحة الاولى هذه الاولى تبدأ هنا مطة اولى وتنتهي بالنقطة ووظفت كما طلبوا مني الفعل نصرفه واكمل بنفس الطريقة التي شرحت لكم سوف نكمل بقية النصائح اذا اكمل نصيحة اخرى بيلفو سوف استعمل مثلا مثلا ثلاثة الفو والاخرة استعمل النفوف استعمل مثلا واحدة النفوف ايضا اذا الفو مثلا سوف ارجع دائما ارجع الى العلبة هذه اختار دائما اخرى المطفقة الحية الرب ريباري ريباري قلنا يعني يصلح هذا الرب ريباري الكمplement يعني الكمplement الذي نكتبه بعده هو الفويت ريباري يصلح الفويت الفجويت يعني التي تسرب لنا الماء يفو ريباري الفويت اذا اكتب هذه النصيحة الوحراء يفو اكتب الرب ريباري لفويت واضع النقطة في الاخير كما نبهت عليه دائما لا انسى النقطة في الاخير ثالثة مثلا اختار بعلان اخرا دائما اختار دائما استعمل هذه دائما هذا الصندوق الذي في الكلمات لا اكتبه اي كلمة من عندي مثلا هنا نصفو نصفو اختار نائمة نيسته يعني يسقي. اذا الذي يأتي معه هو ولكن هنا النصيحة التي سوف نحافظ بها عن الماء هي اه 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 يجب ان نسقي النباتات بماء الامطار يعني لكي نحافظ عن الماء الحنفية اه يعني نحتفظ بماء الامطار ونسقي به النباتات. اذا ماذا نكتب? الفو. اروزي. الامطار التاس smo الامطار 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 الاصف هذه هي النصيحة الثالثة. اذا ان نستعمل اه نصيحة رابعة نستعمل في ها يعني قالونا استعمل الفو اذا من الاحسن استعمل على الاقل واحدة يعني لا يجب عليه. يعني هنا في صغة النفي انفخاز نيجاتيب. اذن ارجع الى مثلا ارجع هنا الى البوات كلمات وانظر الى الافعال مثلا هنا لدينا le verbe laisser يترك. استطيع ان استعمل هذا الفعل مع نفس الكلمة يعني اقول il ne faut pas laisser لا يجب ان نترك الحنفية هنا سوف استعمل لا يجب ان نترك الحنفية مفتوحة هذا غير موجود هنا ولم يعطوه لنا اذا استعمل حفظًا مانون هنا اذا استعمل لعضبط ايشه باشغط ايشه هت أعطوه لدينا حركة رابعة نزگ kay و مازل خارجة هنا سوف اضيف لكم نصيحة اخرى باستعمال ولكن الكلمات التي سوف استعملها هي غير موجودة في الصندوق. هنا سوف اقول لا يجب ان نستعملها في الغسل السيارة. سوف اقول يجب ان يجب ان نستعملها في الغسل السيارة. سوف اضيف لك. دون ، فهي مالذيكة لن نفوق المالذيكة مالذيكة بفرحة واحد نفس هذه النصيحة نفس هذه النصيحة التي تكلمنا فيها على غسل السيارة لا يجب أن نستعمل الأنبوغ الماء لغسل السيارة هذه نفس النصيحة سوف اغيرها واستعملها بالفو اقول الفو يجب وهنا سوف في هذه النصيحة اعطيهم البادل الذي استعمله في عوض الذي هو الأنبوب سوف اقول لهم يجب ان نستعمل لسو الذي هو الدلو يجب ان نستعمل يعني لا نصرف كما هو يجب ان نستعمل الأنبوغ الماء لغسل السيارة يعني هذه النصيحة نفسها هذه هنا استعملنا بصيرة يعني انا انهي عن هذا الفعل لا يجب ان نستعمل الأنبوب الماء لانه يضيع لنا الماء كثيرا او بصيرة هنا انا اؤكد على هذا الفعل يجب ان نفعله يجب ان نستعمل لغسل السيارة لانه يحافظ لنا عن الماء يعني في حال استعمال هذه النصيحة استعمل واحدة منهما هذه او هذه يعني بالكلمة الموجودة عندنا في هذه في هذا الصندوق استطيع ان اكتب بعدة نصيح استطيع ان اكتب خمسة او ستة مثلا استطيع ان اكتب يجب ان نقصد الماء او باستعمال الآن ي SchulLa ذات fondة نستعمل هذه كلمة دور و اس نحن يرأب تقولט يقولviet了 مثلا ان يجب ان يجب ان نفعل衣 للماء يجب ان اقول نستعمل للأسف كلمة الياق الشرف يعني فقط بهذه الكلمة التي اعطوها لنا نستطيع ان نكتب حتى خمسة او ستة نصائح باستعمال اي فو او بيا اي لنفو. لان هذه هي الوضع التي حصلنا عليها في الاخير. كما ترون قد كتبنا آآ ستة نصائح قلنا اول شيء هو التدر العنوان. اكتب عنوانا يعني العنوان يكون لديه علاقة بالموضوع الذي قالوا لي اكتب عن موضوع الان ما. قلنا حتى لو كتبت العنوان فقط كلمة لو تكتبوها كعنوان يعني تكفي. ثم قالوا لي باستعمال اي لفو اي لفو اي لفو على الاقل اوضف واحدة. وكما قلنا في الاول اضع هذه المطة في الاول. ولا ننسى النقاط في الاخر. ثم اكتب او او حسب النصيحة التي اريد ان اقولها. ثم اضيف الذرب. الذرب الفعل الانفينيتيف. انظروا كل النصيح التي كتبتها فيها. بعد او يوجد الذرب. فرمي. ريباري. اروزي. ليسي. اتليزي. اتليزي. يعني ننصرفه كما يعطوه لنا في البوات اوتي. اوضفه ثم اوضيف في الاخير. وبهذا اكون انهيت الوضعية التي طلبت مني ان اكتبها. ارجو ان شرح اليوم يكون افادكم في كيفية كتابة وضعية ادمجي عن النصائح. وهذه نفس الطريقة التي كتبنا بها نصائح عن المحافظة عن الماء. نفسها اذا يعني جاءكم موضوع عن النصائح عن المحافظة عن البيئة او المحافظة عن نظافة البيئة او الغابة او بنفس الطريقة. استعمل اف و او اضيف الفيرب. ارجو ان فيديو نهار اليوم كان مفيدا وقد اعجبكم لمن اعجبه فيديو نهار اليوم لا تنسوا ضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد في الايام القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.